قناة طموح ترحبوا بكم؟ أينما كنتم تفعل رواد مواقع التواصل الشمعي مع قصة المؤثرة المغربية إحسان بن علوج وهذا بعد أن تلقت نداء مساعدة من سكان القرية في منشور خاص على صفحتها الرسمية في السوشيال ميديا مطالبين المساعدة لهذه القرية النائية التي تعاني من الجفاف المؤثرة إحسان فاجأتهم بإحضار حفارات لحفر بئل لأهل هذه القرية فكانت ردة فعلهم في هذا المقطع في القصة باختصار أنا وفي هذا المنشور ووصلني هالتعليق اللي هو نداء باش نعاونوا الناس دير المنطقة ونحفروا لهم بير طلبت من هاد السيد أنه يرسل لي كافة تفاصيل في الإيميل ونعاون باش مقدرت تواصلت مع خالي لمنجمعية دي السوقياء لا يجازيهم بخير من السوقت معهم ورسلوا واحد المهندس وعملوا زيارة للمنطقة وجابوا الرخص باش تكون كل أمور قانونية كيف ما كيديروا ديما باش إن شاء الله يتحفر هاد البير وده باش تأتينا الطريق هذا الصباح وتوكلنا على الله رهالة أجدتني بك يا رفاق عفتي تفكرت قوضي رسو رئيسة السلام باش قال لك يرن من المعروف شيئا واشري بالله يا خماندي والله يشتريه وهذه المرأة اللي يبعد عليها البلاح والله يشتريها والله يديها في النشاء وارضها في النشاء وعد قطلة الله يtone مريدي الواليديبي لا أشتريهم وضربوا عليها الرشع. عودوا. رضع لينا الطرابًا هزيتينا من طرف أعطيت إليه المال لا يشترك واضربوا حاودون وإن شاء الله يرضي عليكم وحاودوا لا تقضي طرف اشتركوا في القناة